موسيقى نقدم الآن فقط توقيع كتاب عالم بلا ألوان للكاتبة المبدعة الطالبة لين بها آل سيف وننوه بأن الكتاب سوف يكون متاح للتوقيع والبيع مباشرة بعد الكلمة على غير العادة في نهاية الندوة نظرا للالتزامات الدراسية للطالبة وحتى تتمكن من المغادرة مبكرا لين آل سيف طالبة في الصف الأول متوسط في مدرسة رند العالمية صدر لها أول كتاب عالم بلا ألوان وهي في سن العاشرة شاركت في عدد من البرامج الثقافية وحصلت على مركز متقدم في مسابقة تحدي القراءة العربي الطالبة لين آل سيف تؤلف قصص قصيرة وتهوى القراءة والرسم والتمثيل فلتتفضل لتلقي لنا كلمة قصيرة تعرفنا عن قصتها في خوض هذه التجربة أهلا وسهلا بك بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أشكر منتدى الثلاثاء الثقافي لإتاحة هذه الفرصة لي واستضافتي وأود أن أشارككم نبذة موجزة عن نفسي وعن أهم إنجازاتي بسمي لين بهاء آل سيف وأدرس في الصف الأول المتوسط بمدرسة رند العالمية أحب القراءة والرسم والأعمال المسرحية وشاركت مؤخرا في مسرحية ثمار الصابر كما تم تكريمي لحصولي على المركز الثامن على مستوى المنطقة في تحدي القراءة العربي وغرست والدتي حب القراءة لدي منذ طفولتي حيث كانت تقرأ لي قصص ما قبل النوم منذ كان عمري ثلاث سنوات وبمرور الوقت نمى حبي للقراءة وأحببت الكتب وتصفحها حتى قبل إتقان القراءة ألفت قصصا للمدرسة ولعائلتي كما نسجت الكثير في مخيلتي حتى جاء اليوم الذي كتبت فيه قصة عالم بلا ألوان والتي تتحدث عن عالم يملأه البؤس والتشاؤم خال من الألوان ولكن هذا الحال لم يطل قيرت بطلة قصتي هذا العالم بفضل التعاون والعطاء وشكرا لمعلمتي ثكي نشويخات لتسجيعي ولوالدي لاهتماميهما ودعميلي وشكرا لحسن استماعكم وأستقبل أي استفسار وسؤال لديك شكرا للمشاهدة